اخيرا يا اخواني هنختم السنة بألعاب حلوة. الناس اللي عمالت تسألني ليه ما بتتكلمش عن برادايس النصباية. وليه ما اتكلمتش عن كمان. حتى هياخذ زياري التسريبات كتيرة جدا لجران سيتا وانت متغيب. انت فين? انا موجود وربنا بس حرفيا كنت تعبان. وخلاص خفيت. دعواتكم بقى عشان ما احضر لكم ليست فيديوهات في السماء. اولا الجماعة روكستور خرجت عن الصمتة اخيرا. ولكنها اخيرتها اما خرجت عن صمتة وظلت صمتة. سنيا زهرت صور كتيرة جدا لللعبة. ولكن هل هي حقيقة? هنشوف. اما سالسا اخيرا هنشوف الشهر الجاي. بس هل ريميك ولا ريماستر ولا يكونش جزء جديد. ولكن ربعا يا جماعة محتاج فزعتكم يا رجالة اكسم باللابات عبا على الفيديوهات. فقدرني بلايك وسبسكرايب القناة عشان نوصل بقى للنص مليون قبل ما تخلص الصنة ديا. وصح يا جماعة ما تنسوش تدخلوا معنا الحمد لله وصلنا الف عضو في الجروب. طبعا كنا ربعمية يعني لما قلت لكم في الفيديو اللي قبل اللي فات تقريبا فعلا زدنا برقم كبير جدا. هزينا نكبر الجروب يا جماعة ان شاء الله ونوصله عشرة الاف متيابعة. وبندردش كل يوم خميس مع بعض واحتمل بفتح كل يوم كمان. هستنعكم ويلا بينا نخش على الفيديو. لاتس جو. قبل كل شيء واحد لا لا اله الا الله ونصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وبكده اخدنا حسنتين مع بعض. وما تنسوش اخواتنا من خالص دعاكم سواء فلسطين السودان لبنان وغيرهم ربنا معاهم وينصرهم ان شاء الله ويقدرهم على اللي هم فيه. بص اول موضعين فيه واحد فيهم حلو والتاني واحد شوية. خلينا نبدأ بالحلو. وهو اخيرا هيظهر الشهر القادم عرض شو كيس الخاص بسوني واللي هيتم فيه عرض كل مستجدات الشركة. او تقريبا هو مش عرض شو كيس اللي هو عرض المهم من العرض دون بيظهر فيه العاب وكل مستجدات سوني. كالعادة يعني. ومن ضمن العروض دين هتظهر اشياء للجال. تقريبا الاعلان بتاع الريمستر. وده حسب المسرب الموصوك اللي كلمتكم عنه قبل كده. المهم ان المسرب ده وانا عاد من جديد وقالك ان الاعلان تقريبا الشهر القادم. فقالينا نشوف احنا مش خسرانين حاجة. كده كده المسارب ده موصوك لانه من قبل صرب تكنيات البي اس فايف برو. وتلاقي كلامه صح. فآه يعتبر الخبر حلو. اما الخبر الوحش فهو بينفي الخبر الحلو. وهو ان عرض او ما هو الا خدعة. مفيش استيت اوف بيلي السنديا. المفروض ان نزير تسريبات انه هيكون بشهر ديسمبر. تزامنا مع الزكرة السلسين لبليستيشن. بس تلقى لعلامة ونفى صحة التسريبات ديا. وقالك مفيش استيت اوف بيلي. مع انه منطقي انه يكون الشهر القادم. لان سوني عندها العاب كتيرة لازم ان تعلن عنها. وعندها جهاز لسه نازل مليان بالكوارث. لازم انتتكلم عنه. فانت شايف ايه? هل هنشوف عرض للموقوسة سوني? ولا لا. بس احب اقول لك توقعي وهو ان لو في عرض شهر الجاي. فاحتمال بنسبة صغيرة يكون في اعلان جديد لجران ستة. مش في العرض ولكن بعد العرض بكام يوم. بس انا اكد يا كده عندي رأي زي ما هو. جي دي اي ستة يا جماعة مش هتعلن السنة دي خالص. شكلها كده هتفضل تستزرف معنا وهتنزل السنة الجاية الاعلان التاني. سيب لي توقعك في الكومنت ستحت وهلها نشوف ستيتوف بلاي? ولا لا. بس خد بالك. كده كده احنا بنهاية السنة. يعني المفروض يظهر اشياء للسوني. فسواء في ستيتوف بلاي او لا فهنشوف عروض حلوة قوي. لان عرض جيم ووردز الشهر القادم. تحديدا يوم اتناشر. وده عرضه مهم جدا. فطبعا لازم تستعدوا. والله هيسألني دلوقتي ويقول لي يعني كده ما فيش جالوفور؟ لا شكله فيه حتى لو ما فيش السيتوف بلاي. لان كريستوفر جوج يا جماعة تلع من كام يوم على التيك توك ولمح صريحا للعبة. الرجل تلع وقالك ان فيه مفاجآت الكام يوم الجايين. وختم كلامه بكلمة كريتوس الشهيرة. فهتفتكر هل هنشوف ريماستر للسلسلة القديمة ولا ريميك ولا جزء جديد. بس حتى لو ريماستر يعني المفروض ان هم بياخدوا الاصوات القديمة. فإعلقت كريستوفر جوج بالموضوع. تفتكروا ريميك وهيعيدوا صياغة الصوت من ثاني ام لا? عرفني رأيك. على ذكر جيمة ووردس يا جماعة خلينا نشوف روكي ستار خرجت عن صمتها ازاي? من كام يوم اقام حفلة لتوزيع الجواز لالعاب السنة من كبل جولدين جويستيك. خلينا نشوف مين اللي كسب وروكي ستار قالت ايه في الحدث دوا. خلينا نتكلم عن الالعاب اللي كسبت الاول. افضل لعبة على الحاسب الشخصي كانت وافضل لعبة كونسول طبعا اخدتها مفيش كلام يا جماعة. اما افضل قصة اخدتها فاينال فانتسي سيفين ريبيرس. افضل تصميم بصري للرسومات اخدتها بلاك ميس. بالنسبة لافضل لعبة بالسنة اخدتها برضو بلاك ميس. متوقع يا جماعة. خد بالك. ضع عرض بيتم عن طريق تصويت الجمهور. اكيد بلاك ميس لازم تكسب لان عدد الصينيين كتير قوي. واكيد هيشجعوا الفريق بتاعهم لانه الصيني. لكن العرض القادم المقدم من جيف كيلي هيكون في 12 ديسمبر. ولكن لعبة العام هيختاروها بالتصويت وايضا عن طريق لجنة مخصصة. فزي ما انت متوقع طبعا هتتطبخ زي كل مرة وهتتاخد من تحت الترابيزة. ومش هتاخدها بلاك ميس. فاصيب لي رأيك في تحت. اما بالنسبة لافضل لعبة منتظرة اخدتها جراند سيتة. جماعة بعتت واحد من عندها يستلمج الجايزة في الحدث دوا. طب ليه? بص يا جماعة الحدث ده كان زي ما تقول كده بجر رجل روكو ستار بشكل يعني ازاك شوية. ليني من فترة طلع كلام ان لعبة جراند سيتة هتكون في الحدث دوا وهتستلم جايزة اكتر لعبة مرتقبة. ولكن روكو ستار مش غبية. الحدث زي ما تقول كده عمل تجارة باسم روكو ستار. يعني انا مثلا كشركة لما اقول الالعاب المرشحة للجوائز واللي من ضمنها جراند سيتة ده معناه ان جمهود كتير هينتظر العرض دوا. ومش بس كده. ناس كتير هتعتقد ان روكو ستار هتطلع معلومات جديدة للعبة. فاكيد يعني الحدث سيكون مهم. لكن روكو ستار هزقت الجميع بطريقة شياكة اوي. روكو ستار اولا بعثت شخص الله وعلم هو مين الصراحة يستلم الجايزة. ولكن ما احترامي ليه شكله متور من متورين اللعبة. المهم انه مفيدل يشكر في الجمهور بتاعه اللعبة. ودعمهم ليهم طبعا. لاننا بندعمهم جامد اوي صراحة. وقالك المزيد قادم ان شاء الله للعبة. يعني فيه حاجات جاية للعبة ان شاء الله جامد اوي. وما اتكلمش الكلمة زيادة يا جماعة. يا جماعة قفلين الحنفية علينا بشكل لا يوصف. الشركة تقديرا لنا كجمهور بعته الشخص المحترم دوا لاستلام الجايزة ويقول لنا شكرا والمزيد قادم. بدون ما يذكر اي شيء ولا يقولك الاعلان التاني امتى ولا اي حاجة. ده منطق الحقيقة. روكي السرعة تفضل متكتمة بالشكل دوا طول عمرها. ودي بقولها لك بالامانة. طب نجي بقى للاهم. واللي تبقى اكبر نصباية في عالم الجيمز. لا مش داي بفور. داي بفور كانت نصباية زكية. لكن دي هتكون اكبر نصباية غابية في التاريخ. اللعبة دي غابية جدا. واللي تبقى لعبة باراديس. كنت هكلمكم عنها من حوالي اسبوعين لكن تعبت جدا وكان عندي حالة وفاة. طبعا انا هتكلم معاكم بناءا عن كلام شخص موسوك اسمه جيترو. وده بالمناسبة يوتيوبر اللي كشف حقيقة نصبهم اصلا. وحتى اغلب اليوتيوبر بياخدوا كلامه بدون حتى ما يدولوا اي كريدت. وبيتكلموا كأنهم هم اللي عملوا البحث وتعبوا ودوروا ورا الشركة دين وطلعوا النصبية بتاعتها. فحق الراجل دوا نيدي له كريدت يا جماعة. لان انا ما حبش يكون زي اي يوتيوبر بياخد من القنوات الاجنبية وينسب لنفسه. بدون ما يدوم اقل حقهم هو ذكر اسمقهم. جيترو يا جماعة شخص اجنبي بيعمل محتوى عن الجيمينج وفي بعض الاحيان بيحذر المجتمع من نصب الالعاب. ودي كانتو بالمناسبة. خد بالك لان بارادايز ليه علاقة كبيرة جدا بالتسريبات الجديدة دين وهنجلها قدام. مهم ان جيترو بيقول لك انه جاله جيميل من ناس مزعومة انها متهورين للعبة اسمها بارادايز. والشركة بتاعتهم اسمها ألترا جيم. طبعا روحت ادور في البوكس بميل بتاعي يمكن بعطولي انا كمان اي لكن لقيت سبونسر تاني خالص وهو هل عمر اجرابت تحط فلوسك في برنامج للربح? وتخز وقت. هل نفسك تجرب اصلا بدولار واحد وتبصل للمليون? وانا اكس بيت بتقدم لك طريقة سهلة لتحقيق الحلم دوا. وانا اكس بيت يا جماعة بعطولي عشان اروج ليهم. واللي عن طريقهم تقدر تكسب تكسب نفسه. وانا اكس بيت يا جماعة هي منصة كمار بحت. اوعى ثم اوعى ثم اوعى تخش فيها. طب ليه بتكلم عنها دلوقتي? لاني من حوالي شارة واكتر كنت واقف مع واحد من جرنة ولقيته بيقول لي انه دخل في الموضوع دوا وبيكسب منه كتير قوي ولكن بيصرف فلوسهم كلهم على الحرام. يعني بيروح اعزكم اللا قدت لديسكوهات وغيره. ربنا اهديه. انا ما ادتش اخوانا طبعا وقلت يمكن هو بيفهم في الموضوع. بس لما فكرتش فيه ساعتها ان جارنا دوا اصلا شاب صغير وكمان مش بيفهم في البرامج ولا الكمبيوتر اصلا. فازاي دخل في شيء ازاي دوا وحط الفيزة بتاعته وغيره. لحد من اسبوع تقريبا حصل عندي حالة وفاء. المهم في العزاء لقيت شاب عنده سبعتاشر سنة دخل في نفس الموضوع. ولكن حالته بالبلد. طبعا استغربت ازاي? ده ما بيعرفش يقرأ اصلا. الناس دي بتتعامل ازاي مع ازاي بيحط الفلوس بتاعتهم والفيزة اصلا وغيره. اتضح ان الشركة يا جماعة بنت سهلت الموضوع للشباب جدا. حاليا تقدر تلعب من اول سبعة جنيه ونص لحد فوق المليون جنيه. الشاب اللي شفت دوا انا عايز اقولك ان حالته زي الزفت. بيستلف من كل اللي حواليه وبيضيع حتى فلوسه على الموضوع دوا. طبعا انا مكنتش عارف انهم سهلوا الوضع دوا على الشباب بالشكل دوا. ولكن لما لقيت الموضوع كده قلت لازم ان اطلع اتكلم. اي حد بيقدر يخش للاسف دلوقتي ويراهن. حافظوا على ولادكم واخباتكم وعلى نفسكم كمان. لان محدش كبير عالكلام دوا. كله بيدخل فيه. فلو كسبتم منه ملايين في النهاية تصرف يا في الحرام يا على الحرام. وفي الاخر انت وضميرك. واي وزخ في اليوتيوب بيراوج للمنصة ديا. فده انسان قذر وملعون سواء كان مسلم او مسيحي. لاني مفيش ديانة بالدنيا كلها بتحلل القمار. لو انت شفت يوتيوبر مفضل عندك بيراوج لوان اكس بيت. اقول له دوتسي بيقول لك انت داخل جوهنب بما كان ريس لها اجنحة. انا مش هستفد حاجة يا جماعة من الخنسمية او الالف دولار اللي هاخدهم بعد معلن المنصة قزرة زيديا. فاخدوا بالكم لانهم سهلوا الموضوع جدا جدا على الشباب كلها. خلينا نكمل. المهم ان الجيترو اللي ايوم بيقولوله احنا فريق اسمه والترا جيم. وبنسنع حاليا لعبة اسمها واللي هتنافس لعبة جي تي اي ستة. وتقدر تشوف لقطة لها من اللينك دوا. وفعلا دخل وشاف الاعلانات بتاعتهم. اللعبة وعدك جدا ومستخدمة الذكاء الاصطناعي بشكل مرعب. انت نفسك لما تشوفها هتغرم بيها وتقول لي نفسك يا ريت هتنزل حالا عايزين نتصبر شوية لحد ما تنزل جراند ستة. جيترو حرفيا بحث ودقك في كل شيء واكتشف غلطات كتيرة ليهم. غلطات درهم هم كشركة العاب ده لو هم شركة اصلا زي مسلا انهم حطين في الوصف بتاع الاعلان بتاعهم بالنص كده ان لعبتهم بتجمع عناصر ما بين جي تي اي وسيمس. وده قانونيا ما ينفعش. ما ينفعش مطور لعبة يروج للعبتها على اسماء العاب اخرى. واقل جمر يعرف الكلام دوا. ما با لك بقى بشركة كاملة ومطور للعبة زي دي. مش معقول. لكن هم بيحاولوا يلفتوا الانتباه عن طريق الصعود على اكتاف جراند ستة. العائل دي على فكرة جماعة هنود. والهنود بيطلعوا افكار زي دين كتير جدا نصباية يعني بشكل مرعب. للأسف ليهم في النصبه علامات. انتوا اكيدوا عارفين. تاني غلطة ليهم انهم استخدموا شعار ايبك جيمس. عشان الناس تحس بالاتمقنان شوية. لكن جيترو قال لك ان له صديق اسمه السايبر بوي. واللي تواصل مع ايبك جيمس. واللي ردوا عليه وقالوا له لا لا مفيش فكرة عندنا خالص عن لعبة اسمها باراديز. وحتى ما فيش شراكة بيننا وبين فريق يضع ايبك جيمس. اللي بيأكد كمان كسبهم وان ما فيش شراكة بينهم وبين ايبك جيمس هو ان الاعلان على ايبك جيمس مش حطين فيه الشعار بتاع ايبك. شايلينه تماما. لانهم عارفين كويس مخاطرة الشيء زي دون. الشيء غير منطقة ايضا هو استخدامهم لاليمنتس حقيقية. وده شيء غير قانوني اصلا زي واخدنا من الواقع زي ما هي. يا جماعة ما فيش بتعمل كده. حتى اكبر الشركات ما تقدرش تعمل كده. ولو حصل بيكون بالمودات وعن طريق شخصي زي حالتي كده او زيك. لكن شركة تعمل كده ما ينفعش قانونيا. حتى انهم ذكروا بالاعلان انهم بيتعاملوا مع اكبر المبدعين حوالين العالم. وعاوز اقولك ان ولا واحد في المبدعين دولا قالوا كلمة واحدة عن اللعبة ديا. لانهم ما اشتغلوش معهم اصلا. فاكسبوهم الصراحة فضحهم. حتى لما احد متابعين جيترو سألهم عن هل انتم تعملتم فعلا مع المبدعين دولا ولا لا. رد عليهم ورفضوا الاجابة. قالوا لهم ما نقدرش نجاوبك على السؤال دولا. لحد ما جات الطامة الكبرى. اللعبة اظهرت بالاعلان تعاملات الكريبتو. ولو ما تعرفش فدي عملات زي البيتكوين. فلوسك بتحولها لعملات مشفرة يعني. وده تكلمنا عنه من فترة كبيرة وانها هتكون في جران ستة. والسبب لانه كان فيه اشعات عن الشيء دوان. انا بقى ربطت بين الاتنين. وهو ان اللي عمل الاشاعات ديان من فترة كان هدفه يمهد لدخول الكريبتو للالعاب. ومش بقادي يكون الاشاعة ديان كانت عن طريق متورين النصباية ديان. معنى كريبتو في لعبة يا جماعة مالهاش سجلة اصلا ولا ليها موقع ولا حتى معترف بها من كبل الشركة اللي بيزعموا انهم شغالين معاه. ده معناها انها سرقة لفلوسك ومعلوماتك الشخصية. ياخد وصلت انهم يستخدموا عناصر واشياء من العاب اخرى. عندك لابة جراند فايف. اكيد فاكرين الاسم اللي بيبقى تحت عالشمال. هم عاملين نفس الحركة زي جراند بالزبط وبنفس الخط كمان. ولكن كاتبين جزيرة برادايز. معرفتكش انا كده. يا اخي من كتر كسالو من حضارهم واخدين اغلب المباني كوبي بيست. ومقررينها في اكتر من مكان. وده تقدر تشوفه في المشهد دوان. وحتى في المابة تقدر تشوف نفس المباني متكررة. يا اخي لدرجة انهم سرقوا شكل المابة بتاعة جراند فايف. بجد ما عرفش ازاي جيترو او متابعين ولاحظوا الشيء دوان لكنهم عبكرة. عايزوا لك ان جيترو فيدي اللي يبحث في جراند فايف شوية لحد ما لقى البق عاديا. واللي برادايز واخدينها كوبي بيست من جراند فايف. وبعدين يا اخي ما طبيعي. ده هم نفسهم اعترافين في الوظف بتاع الاعلان بالشيء دوان. انهم واخدين من جراند. فانا ما عنديش كلام تاني يتقال على اللعبة ديان لان اكيد الرؤية قدامك دلوقتي واضحك جدا. اللعبة نصبوية ونصبوية كبيرة اوي. اهم اغبية لكن شكلهم كانوا بيخططوا السرقة اكبر بكتير من دي بفور. فلو حايتشوف فيديو جيترو كامل هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف تحت. روح لانه يستهل تبص عليه عشان باقي المعلومات اللي انا ما زكرتهاش. كده خلصنا موضوع برادايز. نيجي بقى لتسريبات جراند الاخيرة. واعلاقتها اصلا بلعبة برادايز. والسي معلم اولا خلينا نبص على الصور ديان. ودول هم اشهر صور حاليا منتشرة على الساعة. وناس كتيرة جدا مصدقاها. المشكلة ان الناس دي اغلبها يوتيوبر وصفحات كبيرة. مع ان دي كلها صور فيك يا معلم. ايوة صور مش حقيقية. بدليل اني اولا حطيتها في الفيديو دوا. وسانيا لان روكوستار ما اخدتش اي اجراء دي نشريني الصور دي. وسالسا لان النهاردة وبكرة وبعده هتشوف نفس الصور ونفس الكوالاتي ونفس التصوير وعليهم العنوان دوا. تسريبات جديدة لجي تي اي سيكس. وهي فيك. اللي زير يا جماعة بالساحة خصوصا اليوتيوب كانوا هم تقريبا اربع صور. وهم دولا. لكن هم اكتر بكتير من كده. واللي انتم شايفين هم دولا كلهم اي اوي. معلش روكوستار امتى عملت مابا بالحجم دوا. دي وغدا نص الشاشة. ثم مش معقولة جراند ستة تقطبس نفس الشيء اللي عملته بالسابق. اكيد هتحول في شكله شوية. لكن اللي زي في الصور ديا قالك ان المابا فيها كانت مربعة وبشكل دوا. فخلينا نزيينها بالزكاة الاصطناعي ونكبرها شوية. هي قافل جزء السادس ستبقى مربعة برضو تقريبا لانها زهرت في التسريبات كده. ولكن مش بالشكل دوا. اللي زي في الصور ديا قالك خلينا نزيينها بالزكاة الاصطناعي ونكبرها شوية. لأ. وقالك كمان نزيد الواقعية اكتر ونحط تلميح انها جراند ستة. ورح حاطت الجملة دي. بالنسبة ليا هي دي اللي بوازت الصور كلها اصلا. بيقولك ايه بقى في الجملة? يعني وصل المس لنقطة التسليم. يا اخي بيهزره ربنا. الوقت قالك يحط كلمة عشان يبين للناس ان دي فعلا. اللي هو هيخليك تقول دي فعلا. شغل من الاخر. اللي ما اعرفش يا جماعة فده نوع كريستالي بيتطحن زي المخدات. وشائع جدا في امريكا. وزير كمان بمسلسل فمش لوجيك خالص يعني تعمل نفس الحركة. حتى لو تحط المس باللعبة مش هتسميه نفس الشيء. هتسميه باسم مختلف ويكون صنف جديد حكر لها. زي في سيتي ليونيدا وكمان هي كلها حكر لروكستار لكنها موضل مش حقيقة اصلا. وبعدين عايز اقولك ان روكستار ما بتحطش الهنت بتاعها او معلومات المهمة بالشكل دوا. اغلب الهنت بتاعت بتكون بزاوية الشاشة بالشكل ده. تاني شي بيوضح انهم مزايفين ان الناشر للصور دي ان حاطط لك الصورة دي ضمنهم. اللي هو انت شكلك واخد ميس قبل ما تنشر الكلام دوا. دي اصلا جراند فور بالمدات. يا جماعة دي ناس قاعدة تصور الشاشة بالتليفون عشان يخلك تصدق انها الصور مسروقة من روكستار. اللي هو اه انا غفلت المطور وصورته وهو مش واخد باله. دي يا جماعة الناس بتاخد لقطات من العاب بالمدات او بياخدوا الصور بين الزكاة الاصطناعي نفسه وهم واقفين قدام الشاشة بتاعتهم. تخيل دي لصية. شكلها مش لعبة خالص. الفكرة من جراند ستة يا جماعة مش واقعية اوفر زي ما انت متخيل. بالعكس. جراند في الاول والاخر بنت لنا كلعبة برضو. شخصياتها كارتونية عادي. اللي هي ما وصلتش انها تكون بالشكل ده. دي صور فيك. انا نفسي شايف ان روكستار لو زودت حدة الواقعية ده هيقفلنا منها كلعبة. لازم ان يكون فيه توازن. اللي مفرتكني غيز ان الناس اللي تقول لك لا يا عام شكلها جراند ستة فعلا. لان الصور حلوة وواقعية قوي. يا عم واقعيتي اسكوت والناب انت مشايف دي هنمشي بيها في العالم ازاي دي. مفيش اصلا دي صورة عمرا ما تتحرك كجيم بلاي. في صورة كمان ودي ربنا نسطر لان فيها الشك شوية يعني. لان الصور اللي زيرت على الصحة يا جماعة في منهم صور اصلا من تسريبات الفين اتنين وعشرين. ولكن متعدل عليها شوية عشان تتحسن الصورة. بس دي بالذات انا شاكك فيها بنسبة مليون في المية. المشكلة دلوقتي ان انا هكرنا ما بين صورة حقيقية من التسريبات ولكن هحاول اخد حتة صغيرة منها بس عشان ما حصلش حاجة للفيديو. فلو حصل اي حاجة للفيديو جماعة عرفوا ان انا عشان خط الصورة اللي هي بتاعت التسريبات ربنا نسطر. الصيع واخد الشريط الجديد اللي عملته روكستار الخاص بوصول الشرطة اللي انت شايفه فوق دوان وحطه الصورة ديا. بحيث حضرتك تبص للصورة وطول دي جراند ستة. عايز اقول لك لو دققت شوية في اللاين اللي فوق الشريط دوان او الخط بتاع الكلام هتحس ان الخط مختلف عن خط اللي زير في تسريبات جراند ستة. المسيبة يا جماعة انكم لو رجعتوا لتسريبات جراند الاولى هتلاقوها مش متصورة بتليفون اصلا بل من جهاز نفسه. طب ليه الناس في الفترة الاخيرة بقت تستخدم الطريقة ديا في تصوير للتسريبات جراند. هقول لك الموضوع بيستخدموه لسببين. اولا عشان انت متشكش في الصورة وتقول فعلا دي الصورة مسروقة من ورا المطور اللي هو واحد غفله وروح مصور الشاشة. وسانيا عشان تبقى مهزوزة وما تبنش ملامح اللعبة فبالتالي انت تتحدق برضو اكتر واكتر واكتر واكتبسوا الطريقة ديا من طريقة الولد اللي صار في فيديو لمدينة اللعبة من فترة واللي كان ابن المطور بتاع اللعبة تقريبا. اكيد فاكرينو. فاما من ساعتها بقى ويطلعوا الصور بالشكل دوا. بالتليفون يا جماعة. ويقفوا قدام الشاشة بتاعته ويصورها بالتليفون. قال يعني الواد خطى في الصورة من وسط كل مطورين روكستار وفي الضلمة كمان. طب ايه علاقة بالتسريبات? اتضح يا جماعة ان البشوات اللي بينشروا الصور المزيفة ديا بياخدوا صور من نفسها كمان. فاكيد اللي بيعمل شي دوا يا جماعة حد فهمان قوي. والله مش مستبعد انها تكون لعبة برادايس نفسها. بالمناسبة جماعة الواد ده اكتر واحد بينزل تسريبات فيك عن اللعبة. وهو اصلا عارف كويس انها فيك. ومش بعيد يكون هو اللي بيصورها اصلا. لاني شفته من كم يوم كان بنزل صورة من داخل لعبة برادايس وكاتب عليها كلا عادة تسريب جديد لجراند ستة. بس لما شالفنا بليه في الكومنتز شالها بسرعة. ودي اخر صور كان منزلها وكان عمال يقولك انها من اللعبة. بجد مستغرب اول ليصدق الصور ديان وقال لك انها فعلا من اللعبة. يا اخي دي كلها صور من الواقع اصلا. يعني حقيقية. بس كمان ده كان الفيديو خدوا بالكم من نفسكم. وبعيدوا عن لانه بجد بيدمر الشباب ما تدخلوش في المراهنات خالص. وخلوا بالكم من العاب النصبية اللي زي ديان. وما تنساش تخش معنا عشان زي مولت لك بينزل هناك التسريبات الحقيقية. وبيندردش كمان مع بعض. حسناكم هناك واشوفكم إن شاء الله بفيديو بديد. سلام.